في بيت من بيوت بني إسرائيل لكنه عامر بالقلوب الطيبة المؤمنة عاش الرجل الصالح عمران بن آثام مع زوجته حناء لو أن الله يرزقني بمولود سأهبه لخدمة المحراب وطاعة الله اللهم فاشهد إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم حمدا لله على سلامتك يا أختي الحبيبة أدعو الله أن يرزقك أنت أيضا بالزرية الصالحة يا إلسابات آمين يا رب كنت قد نذرت ما في بطني لله تعالى قبل أن أعرف أن المولود أنسى ما هذا التفكير العجيب إننا أمام الله سواء ولكن الزكور لهم القوامة وهم الأقوى في الحروب والشدائد لا ندري أين يكمن الخير ربما تكون هذه الطفلة الهادئة فيها الخير لك وللدنيا كلها أفكر أن أسميها مريم مريم؟ اسم جميل فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أيها القوم لقد أنجبت السيد حنى مولودتها مريم وإني أرشح نفسي لكفالة الطفلة بعد موت أبيها السيد عمران كبيرنا ولماذا لا أفوز أنا بهذا الشرف؟ أنا أكثركم ثراء والأحق بكفالة الطفلة مريم وتحدث نبي الله زكريا فغالبا سيحوز كفالة مريم فهو زوج خالتها والأقرب لها نسبا حسنا حسنا لنستهم بالأسهم ومن يفوز يكفل مريم ها هي الأسهم أدرها جيدا في الجعبة يا رجل ها زكريا أها هل قلنا سنقترع مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ لم نحدد إذن هي ثلاث مرات ولكنني لا أطمئن لهذه الجعبة لنذهب إلى النهر أفضل سأقذف الأسهم الخشبية في الماء والسهم الذي يسير عكس التيار يكون صاحبه الفائز زكريا مرة أخرى هل قلنا الذي يسير مع التيار أم عكس التيار؟ أظلنا قلنا الذي يسير مع التيار بالضرع أن يتق الله ولا يلجأ إلى تلك الحيل سنعيد الاقتراع يا زكريا للمرة الثالثة والأخيرة هذه المرة نقولها بوضوح السهم الذي يسير مع التيار يكون صاحبه هو الفائز نعم هذا في مصلحتنا لا مفر من إعلان الهزيمة يكفل هو مريم ونوفر نحن في النفقات ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون كلما جئت لزيارتك وجدتك في صلاتك يا مريم هذا من فضل الله ما هذه الفاكهة العجيبة لا أدري نحن في موسم الشتاء والثلج يملأ أسطح المنازل نعم سمعت صوت سقوطه قبل أن أبدأ في الصلاة ما أسأل عنه من أين جاءت فاكهة الصيف إلى هنا لا أدري حقا يا خالتي هو رزق وهبه الله لنا كلي هنيئا مريئا يا لها من فاكهة لذيذة لم أدق في حياتي مثلها أرجوكي احملي ما تبقى لنبي الله زكريا عليه السلام سأترك شيئا من الطعام إذن الحمد لله لا أشعر بالجوع مطلقا أنت لا تأكلين شيئا يا مريم ومع هذا أشعر بالشبع حدثني زوجي عن تلك الفاكهة من قبل واليوم أراها بعيني وأذوقها أيضا أنت مباركة يا مريم لا تبالغي يا خالتي إنما أنا أبت من إماء الله أرجو رحمته ادعي لي أن يجزقني ربي من فضله وما قيمة دعائي بعد أن دعا لك نبي من أنبياء الله وهو السيد زكريا عليه السلام أعلم ولكني أطمع أيضا في دعائك لي اللهم احسن قوفنا بين هديك وألهمنا أن ندعو بما فيه الخير فضلا عن تقواها وخلقها العظيم تمنى على الله أن ينجب ودعا ربه ودعوة الأنبياء حق هذا أجمل خبر سمعته يا خالتي أنا نفسي لا أصدق يا مريم كيف تلد عجوز مثلي ليس بعيدا على الله الكريم كلي أنت الآن بحاجة إلى الغزاء لم تعد لي أمنية في هذه الدنيا إلا أن أفرح بك يا مريم وأحمل أولادك هذا أمر لا أفكر فيه أبدا لقد نظرت نفسي لعبادة الله الواحد الأحد أعرف ولكني تمنيت أن أرى لك وليدا كلميني عن مولودك أنت يا خالتي هل فكرتما في تسميته؟ يحيا هكذا سماه الله الله هو الذي اختار له الاسم نعم أوحى به إلى نبي الله زكريا يحيا لم يطلق هذا الاسم على أحد فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كانت السيدة مريم وحدها في المحراب عندما تجلى لها الروح الأمين جبريل عليه السلام في صورة كائن بشري ما هذا؟ من أنت؟ طم أنهى الملك الكريم بقوله إنما أنا رسول ربك جئت بأمره لأبشرك بغلام زكي غلام؟ كيف يكون لي غلام وأنا لم يمسسني بشر؟ قال الملك الكريم هكذا قضت مشيئة الله تعالى سيكون هذا الغلام بإذن الله آية للناس ورحمة من الله ونفخ الملك الكريم نفخة قوية ثم مضى في هدوء أين الذي يكلمني؟ لم يسكن لي حتى اسمه كيف مضى والباب مغلق؟ يا ربي يا ربي أعني على ما قدرته لي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا مريم ماذا جرى؟ لم تزوريني منذ وقت طويل خالتي أهلا بك هل أنت بخير؟ الحمد لله على كل حال له الحمد في السراء والضراء ولكن صوتك ينبئني عن شيئا خطيرا ماذا تعنين؟ هل تخفين أمرا عني؟ ليته كان ببقدوري أن أتحدث افتح قلبك يا مريم وكوني واثقة بالله صدقيني لا أدري هل يصح لي أن أتحدث أم لا؟ فهمت أنت فتاة مباركة ومن يكون مثلك مع الله لا يخشى شيئا من أمور الدنيا كنت واثقة أن هناك أمرا خطيرا يا مريم المهم الآن يا خالتي ماذا أفعل؟ وماذا بوسعك أن تفعلي؟ هذا أمر من الله عز وجل وهو اختيار فيه مجد وتشريف وهل يفهم الناس من حولنا تلك المعاني السامية؟ ومنذ متى يا مريم؟ تشغلين نفسك بما يقوله الناس كنت لا أشغل بالي به في أموري الخاصة عباداتي وخلوتي مع الله أما الآن فالأمر يختلف كيف؟ إن جابي لطفل دون زواج مسألة تتعلق بسمعة أمي وأبي رحمهم الله وتتعلق أيضا بسمعة نبي الله زكريا الذي يكفلني لا تعذب نفسك يا مريم يكفي أن تكون طاهرة عند ربي العالمين يعلم الله أني لا أخشى على نفسي وإنما أخاف على الوديعة في أحشائي ربما يحاولون إيزاءه هل بدأت تشعرين به؟ نعم هو إحساس عجيب مزيج من الحنان والخوف ومزيج من الأنس والرهبة ترى ماذا يكون شأنه؟ وما أدراك أنه صبي ربما تكون فتاة طيبة كأمها لا إنه غلام أخبرني الملك الكريم بذلك آه يا ربي ماذا أفعل الآن؟ وأين أذهب؟ ليتني ميت قبل هذا ونسيني الناس وضعت العدراء مريم وليدها المسيح عيسى عليه السلام ما أجملك يا بني وما أشقاني فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تكلم المولود في مهده؟ قال لها انظري إلى أسفل منك ستجدين جدولا صغيرا من الماء اشربي يا أمي هنيئا مريئا الحمد لله الذي سقاني ثم عاد يقول هز إليك هذه النخلة ستسقط عليك حبات من التمر الناضج كلي بالهناء والشفاء الله ما أجمل مذاقها قال لها عيسى عليه السلام أريدك أن تسعدي ولا تشغلي بالك ولا تحملي هما يا أمي كيف لا أشغل بالي يا حبيبي إن إن جابي لك في نظر قوم آه لا أدري ماذا أقول قال عيسى عليه السلام لا تقولي شيئا كيف وبماذا أفسر لهم الأمر قال عيسى عليه السلام إذا رأيت أحدا من الناس فاصمتي وقولي إنك نذرت صوما لله ولا تكلمي أحدا وترك الأمر لي يا حبيبي إنك تتحدث وكأنك رجل يرعى شأني اللهم لك الحمد في كل الأمور فناداها من تحتها شر أحدا فقولي أليست هذه مريم الناسكة نعم ما ستحمل بين يديها أظنه طفلا رضيعا ربما هو يحيا بن زكريا وإلى سبات لا لا لقد كبر يحيا وصار يمشي وحده رأيته منذ ساعة مع أمه في السوق من يكون الطفل الرضيع؟ لا أدري إن مريم تعتزل الناس جميعا فمن أين تأتي بطفلين؟ لا تصدقي كل الزواهر يا إيدال من يدري؟ أرى أن تكتمي الأمر ولا نخبر به أحدا من الناس بالطبع إنها سمعة فتاة عزراء سنتكتم الأمر ولا شك إذن أنت لا تنكرين أنه ابنك لماذا أنت صامتة؟ قلت لكم من قبل أنها نذرت صوما لله فلن تكلم إنسانا صوم؟ وهل تصوم الخاطئة؟ أصمتي وإياك أن تزيدي حرفا واحدا في حق مريم لم نأتي هنا لنستمع إلى حديث النساء يا مريم لقد فعلت منكرا عظيما ما كان أبوك رجل سوء وما كانت أمك يوما من البغايا كيف تفسرين لنا ما حدث؟ ماذا؟ هل تسخرين منا؟ كيف نكلم طفلا ما زال في مهده؟ أجابهم المولود عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا المولود يتكلم إنه أفصحنا لسانا ونظر النبي الكريم لأمه مريم وقال وجعلني الله برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أظن الأمر واضحا لا داعي لبقائنا اسمحي لنا أيتها المرأة الصالحة الحمد لله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كان سيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل خطابا مؤثرا دمعت له العيون وخشعت له القلوب وبعد أن أنهى خطابه تبعه رجل وسأله يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك في الأرض؟ قال سيدنا موسى لا فعتب الله عليه لأنه لم يرجع إليه العلم وقال له إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك ودله كيف يصل إليه بأن يصيد حوتا ويشويه ويضعه في سلة وعندما يصل إلى مجمع البحرين سيقفز الحوت المشوي من سلته إلى الماء وقال له إن فقدت الحوت فقد وجدت الرجل الصالح عرفتنا السيرة المشرفة أن نسمه الخضر وكان أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا مولانا الملك هادد بن بدد الكبير ما الذي أتى بك يا طيفور عندي بشارة طيبة يا مولاي قل ما عندك واختصر أخذنا أربع سفن جديدة أربع سفن فقط وتقول إنها بشارة طيبة خذوا كل السفن غصبا من أصحابها يبدو أن عاصفة تهب العاصفة بدأت بالفعل أرى أن نحتمي من الماء ماذا نفعل يا سك؟ أطول أشرع وننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا العاصفة يا مولاي دفعت عشرين سفينة إلى المرسى وقد استولينا عليها جميعا كما أمرت ما هذا؟ هل عميت؟ إنها حطام سفينة يمكن إصلاحها يا مولاي كيف تجرؤ؟ إن أسطول الملك هدد بن مدد يجب أن يضم أفضل السفن وأمتنها وماذا نفعل بهذه؟ ألقوا بها إلى أصحابها يصلحوها أو تغرق بهم هذه هي النهاية سنموت هنا نحن مساكين لم نوذي أحدا بل يعترف كل منا بذنوبه وأخطائه انظروا الأرض هناك في الأفق هل هذه كذبة أخرى؟ بل هي الحقيقة ألا ترون ذلك المرسى البعيد؟ سارعوا جميعا في التجديف إلى تلك الأرض إنها فرصتنا للنجاة وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر ويتمعه كريم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه شيء غريب كيف توقفت العصيفة فجأة؟ هناك رجلان يروحان لنا إن أحدهما هو الخضر ومن يكون الخضر هذا؟ رجل طيب ومبارك لكنه لا يختلط كثيرا بالناس هل سنأخذ منهما أجرا؟ بالطبع لا يكفي أننا سنتشرف بركوبهما السفينة انظروا هناك الخضر ينزع لوحا من السفينة هل أنت واثق مما تقول؟ رأيته بعيني اذهبوا لتتأكدوا بأنفسكم لا يمكن أن أصدق هذا لماذا يؤذينا؟ ونحن لم نأخذ منه أجرا حتى صاحبه كان يلومه سمعته يقول له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة وما فائدة العتاب الآن؟ وقد خاربت السفينة سنضطر إلى الرسو في أقرب ميناء فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا الأجرة يا سيد حليم أي أجرة؟ لقد تعرضنا للغرق وكنا ننزح الماء كالأسرى أو العبيد والعمل يا سكر كيف سنأكل؟ ومن أين سنعيش؟ إنني مثلكم لا أدري شيئا يفعل الله ما يشاء هل نترك الخضر وصاحبه يتصرفان؟ أم نشكوهما للقاضي؟ لا يوجد قاض في هذه الأرض الملك هدد بن بدد هو الذي يحكم كل الأمور وهو اسم على مسمى يحطم كل ما أمامه ويستغل الناس ويأكل حقوقهم من أصحاب هذه السفينة؟ أنا وإخوتي أصحابها يا سيدي لقد آلت هذه السفينة إلى الأسطول الملكي لماذا؟ ما الذي فعلنا؟ هذه أوامر الملك وقانونه الجديد هيا ابتعدوا ما الذي يجري لنا؟ في البداية يركب معنا شخص طيب ثم يخرق سفينتنا والآن يطلبها مننا الملك الظالم ليس أمامنا إلا أن نمضي أو نبحث عن عمل أي عمل؟ نحن لا نعرف إلا الملاحة والسفن كلها أصبحت ملكا للملك هدد انتظروا أيها البحارة المساكين هذه السفينة مثقوبة لا تلزمنا خذوها انظر يا نعمان هل يتسرب الماء إلى الداخل؟ ولا قطرة واحدة عادت السفينة إلى حالتها الأولى اللوح أعيد في مكانه لم نتصور أن يكون الإصلاح سهلا هكذا هيا ننزلها إلى الماء انتظروني معي كيس مملوء بالفضة ما كل هذا الخير الذي حل بنا هذا بفضل الخضر لو لأنه ثقب السفينة لأخذها الملك الظالم وكنا الآن نشحذ اللقمة من الناس اندهش من هو خير مني ومنك سيدنا موسى عليه السلام ولكنه تذكر وعده للخضر وعاد لمرافقته في صند أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا غادر السيدنا موسى السفينة مع الخضر لإكمال رحلة العلم وذهب إلى أرض يابسة هيا يا حيصور لقمة واحدة أخيرة لا لا أريد الحلوة الحلو بعد أن تنتهي من صحنك قلت لا أريد سأغضب منك وأخاصمك إذا فعلتها ثانية اصبر عليه يا إليا هذا التدليل سيفسده يا صبرون إنه وحيدنا وسندنا في المستقبل ولكن يجب أن تلومه على سلوكه السيء غدا يكبر ويعقل ويدرك الصواب بنفسه حيصور حيصور أين أنت يا صغيري اخفض صوتك قليلا يا إليا أنا متعب من العمل طوال اليوم وأريد أن أرتاح قليلا أين ذهب الغلام؟ لا أدري كان يلعب هنا قبل أن أنام لقد خرج من البيت لا تقلقي لعله يلعب في الفناء قليلا أرجوك أرجوك أن تبحث عنه قلبي يحدثني بأنه في خطر حسنا سأذهب من أجل خاطرك ماي حلوة كثيرة سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة حسنا اختبئ يا حيصور ومن يجدك هو الفائز أغمضوا عيونكم جميعا وعدوا من واحد إلى عشرة حيصور أجبني النجدة ماذا جرى له؟ هل أغمي علي؟ بل مات كانت أمي كذلك إن الدم يسيل من من قاتله لا أدري ماذا حدث لوالدي؟ لا أدري أقسم أنني لا أدري كنا نغمض عيوننا في لعبة الإختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا ولدي حبيبي فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إليا ألا زلت مستيقظة؟ سأنام بعد قليل أعرف أن فراق حيثور يعتصر قلبك ويعتصر قلبي أنا أيضا إنها إرادة الله وقد مر عام على وفاته تقصد مقتله لن أرتاح حتى أعرف من قتأه يجب أن ترتاحي وتعيشي من أجل الطفل الذي ننتظره كان حيثور يبحث عن شقيق له في أصحابه الأشقياء لا تظلميهم ليس لهم أي ذنب في مقتله ولا نعرف من قتله علينا أن نصبر ولا نكفر بالقضاء والقدر إنني لم أؤذي أحدا ولم أكذب قط ولم أرتكب أي ذنب في حياتي فلماذا؟ لماذا؟ سيعوضنا الله خيرا اهدئي واصبري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا وهما صالحان مؤمنان لا يستحقان تلك المعاملة القاسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بر الوالدين حب الأعمال إلى الله بعد الصلاة في وقتها وقد أراد الله أن يبدل الأبوين الصالحين بابن بار يحن عليهم سلامتك يا أمي هل أحضر لك الدواء؟ ولدي الحبيب كنت أحلم بأخيك حيسور ليرحمه الله تفضلي يا أمي اشربي هذا الدواء عجيب ما زاقه طيب كالعسل أضفت إليه قطرات من العسل حتى تضيع منه المرارة بارك الله لك يا ولدي وأدام رضاك عني يا أمي اذهب إلى فراشك بجانب زوجتك بل أظل هنا عند أقدامكما ربما احتج دماء لي هل من شيء تأمرني به يا أبي؟ لا يا ولدي إنني فقط ذاهب إلى بيت الخلاء أضع الحذاء في قدميك وأستأذنك في الانتظار عند الباب لا لا ابق بجانب أمك فهي تسعد بالنظر إليك وأنا أكثر سعادة بالنظر إلى وجهها الحبيب هذا ما خطر بقلب النبي الكريم موسى عليه السلام لكنه تذكر وعده للخضر فعاد للاعتذار والتزام الصمت وإكمال الرحلة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما قرية البخلاء التي دخلها سيدنا الخضر وبصحبته سيدنا موسى عليه السلام البطيخ اللذيذ بقطعة واحدة من الفضة قطعة كاملة من الفضة مقابل هذا البطيخ الصغير نعم يا سيد عميهود يا مشكاح السعر مرتفع لن تبيع شيئا ماذا حدث لماذا تغطي رأس أبينا يا سمعان لن يستطيع أن يتنفس هكذا لقد مات أبونا الرجل الطيب الصالح مات لا 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 لماذا تتركنا يا أبي هذا الصراخ يؤذي الميت يجب أن نتماسك ونفكر كالرجال نعم علينا أن نفكر في دفنه أولا ولكننا صغار ونحتاج إلى معاونة بالتأكيد سيساعدنا الجيران وأهل القرية في مثل هذه الظروف الصعبة كان بودي أن أقف بجانبكما ولكن أنا مريض وأخاف أن أنقل لكم العدوى ها يذهب إلى جار آخر بإذنكما حرارة الشمس تضر صحتي هذا ثالث جار يرفض مساعدتنا سنحاول مع آخرين وإذا رفض الجميع سنبذل أقصى جهدنا ونؤدي الواجب تجاه أبينا آه تعبنا اليوم كثيرا المهم أننا دفلنا أبانا وعلينا أن ننتظر قدوم المعزين لا يوجد إلا هذه السيدة العجوز حسنة قليلة لامرأة مسكينة ليس لدينا ما نقدمه لك لا يا خالة انتظري لدينا بعض الخبز والماء صحيح أن الخبز قديم بعض الشيء لكنه يصلح للأكل شكرا على كل حال سأموت من الجوع يا أخي لا تذكرني بالطعام أرجوك ذهبنا إلى كل بيت في القرية وعرضنا أن نعمل في الحقول أو ري الأغنام أو أي شيء أفكر في السفر وهجري تلك القرية لا كان أبونا يوصينا دائما أن نبقى في هذا البيت ولا نغادره أبدا أو نبيعه نبيعه ومن يشتري بيتا فقيرا جداره وفي هذه الأثناء دخل سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى عليه السلام تلك القرية وطلبا طعاما لكن الناس جميعا أبوا أن يضيفوهما يا للعجب إنه الخضر رجل صالح ويقال إنه من الأنبياء مهما يكن من أمره فلن نعطيه شيئا إلا بأجر سمعان سمعان استيقظ بسرعة ما الذي حدث؟ جدار البيت فيه شق كبير هل تمزح؟ نعرف أن جدار البيت مشكوق منذ وقت طويل الشق اتسع اليوم بدرجة مخيفة انظر انظر بنفسك يا ربي سيسقط البيت عما قريب إذا لم نرممه لنسرع إذن إياك أن تقترب وإلا سقط الجدار فوق رأسينا وما العمل يا سمعان؟ ترميم البيوت يحتاج إلى قوة ومهارة وأدوات ونحن لا لم نك شيئا منها نسأل الجيران الجيران مرة أخرى لن نخسر شيئا فعلا لن يكون الحال أسوأ مما نحن فيه ألم أقول لكما إنني مريض؟ سيسقط البيت فوق رأسينا أنا وأخي وتريدان مني أن أجعله يسقط فوق رؤوسنا نحن الثلاثة؟ لا فائدة هيا هيا بنا يا سمعان هذا آخر جار نلجأ إليه في القرية ماذا جرى في الدنيا؟ منذ قليل يأتين رجلان قويان ناضجان يطلبان الطعام والاستضافة والآن يأتين صبيان يطلبان المساعدة ماذا جرى في الدنيا؟ ذهب سيدنا الخضر إلى الجدار الذي يوشك أن يتهدم وأصلحه وأقامه وسيدنا موسى واقف ينظر إليه متعجبا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا شكرون استيقظ بسرعة انظر الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ كيف يفعل ذلك؟ وقد رفض أهل القرية إطعمه هو وصاحبه بالأمس لا أدري المهم أنه أصلح البيت ووصل الصغيران إلى سن الرجولة آه بيتنا الحبيب مهما سافرنا وابتعدنا يظل شوقنا له كما هو الحمد لله أفاض الله علينا بالخير العميم ولم يعد هذا البيت الصغير يكفينا هل تفكر في الزواج يا أخي؟ بصراحة نعم ولكنني أنتظر وانتسبقني فأنت الأخ الأكبر في هذه الحالة سنحتاج إلى بيت أوسع وماذا يمنع؟ عندنا المال والأدوات والقدرة على البناء افسحوا لي الطريق ألا زلت على قيد الحياة؟ ما وجه الاستعجال يا جدتنا؟ اصخروا مني اصخروا سأذهب إلى الفاضلين سمعان وشكرون ولدي الرجل الصالح ماذا جرى لهما؟ إنهما يهدمان بيتهم ليبني بيتا أكبر منه وأوسع وما دخلك أنت بهذا الأمر؟ إنهما يطعمان كل الفقراء احتفالا بالبيت الجديد إذن نأتي معك بكل تأكيد الجار للجار بيت جديد وطعام للفقراء خسارتان في يوم واحد ماذا جرى للدنيا؟ أوشكنا على الانتهاء يا شكرون لا أشعر بأي تعب يا أخي ما هذا؟ صخرة ثقيلة تعوق الحفر إنها ليست صخرة انتظر انتظر حتى أساعدك إنه لوح ضخم من الذهب كان أبوكما غنيا الآن عرفت أين وضع ثروته انظروا إليه جيدا إن عليه كتابة أستطيع أن أقرأها بوضوح اقرأ بصوت عال عجب لمن عرف النار ثم ضحك عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن يا الله هذه النصائح هي الكنز الحقيقي انتظر عليها كتابة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد لم أسمع به من قبل لكنه مكتوب فوق لوح الذهب ماذا ستفعلان بالكنز؟ سنتبع ما فيه من نصائح غالية الحمد لله أننا لم نكتشفه في صبانا وإلا غرر الذهب وما فط وأما الجدار فكان لغلامين يتي في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا عاش رجل صالح وعالم في أرض كنعان يدعى بالعام ابن باعراء ما العمل؟ لقد جفت الأرض تماما كيف سنأكل طوال العام يا أبي؟ لا أدري يا كاسبي اسمع يا صور ليس أمامنا إلا أن نستنجد بعالمنا بل عام إنه هائم في صومعته طوال الوقت ولا يشغله شيء من أمور الدنيا إنه حتى لا يهتم بالجوع أو الضمأ نعم لا يفكر إلا في الصلاة والعلم كفاكم سخرية من الرجل لا تنسوا أنه من الصالحين ودعاؤه مستجاب هل صحيح أنه يعرف؟ اسم الله الأعظم لست أدري المهم أن يساعدنا على سقوط المطر ومنع الجفاف يا سيد بلعام يا سيد بلعام ما هذا؟ كلاب تنبح وحمير تنهق وأناس تصيح كيف لعالم مثلي أن يتدارس أسرار العلم؟ أي أسرار يا سيد بلعام أريد أن أفهم لماذا تسقط ثمار الفاكهة إلى أسفل ولا تسقط إلى أعلى تحدث معي أنا يا بلعام إن الأرض جافة كما ترى هذا صحيح بسبب عدم سقوط الأمطار ليتك تدعو ربك أن يسقط الأمطار على زرعنا وسوف نكافئك بسلال الفاكهة ليس بالعام من يفكر في الطعام يا رجل سأدعو الله فقط رحمة بصغاركم يا رب دعونا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم أغثنا وأنزل علينا فيضا من السماء جاء المطر هذا رائع الشكر لرب بلعام المطر وفير سيكون المحصول وفيرا هذا العام الحمد لله يا رب الحمد لله والشكر لك إلى أين تذهب يا بلعام؟ الشمس غربت هذا موعد خلوتي وصلاتي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لقد كلفنا آل كنعان جميعا أن نطلب منك أن تنصرنا على قوم موسى إننا في خطر عظيم يا سيد برعام أي خطر؟ ما الذي يضركم في قوم يعسكرون على حدود أرضكم ولن يؤذوكم في شيء؟ إنهم بكل تأكيد يستعدون للحرب من أكد لك هذا؟ لماذا اختاروا أرضنا بالتحديد؟ إلا إذا كانوا ينون بنا شر اختصروا في الحديث أريد أن أخلوا لعبادتي ماذا تريدون مني؟ نريدك أن تهلكهم بدعائكم الصالح أجننت يا سور؟ أدعو على نبي الله ومن آمن معه إنك تدعو لإنقاذ أهلك وعشيراتك ويلكم؟ هذا نبي الله موسى ومعه الملائكة ومعه المؤمنون سوف نكافئك بمئة رأس من الإبل عدت للمساومة يا رجل إنه لم يقصد يا بلعام بلعام؟ بلعام؟ هكذا دون سيد؟ هيا أغرب عن وجهي أغرب ولا تعود ثانية وأتتني فكرة رائعة ستغير الأمر تماما ما كل هذه الحشود من الناس؟ جئناك جميعا نستحلف أن تخلصنا من أعدائنا ونختارك أميرا علينا أمير؟ أنا الأمير؟ نعم ستكون حاكمنا وولي نعمتنا ولك منا المنزلة والمكانة لا نقطع أمرا إلا بك ونقسم لك على الولاء والطاعة ما قولك يا كبير القوم ورئيسهم؟ لا تقول عني كبير القوم ولا رئيسهم إنني أحب التواضع فقط قولوا إنني عالم لم نسمع رأيك يا سيد بلعام يا علمنا العظيم ها؟ هل ستدعو على موسى وقومه؟ أيها الناس يا أتباع بلعام ورعيته ما دامت هذه رغبتكم جميعا سوف أدعو على موسى وقومه بالهلاك إنها لحظة من لحظات المجد بالنسبة لي من اليوم سوف أتبعك وأسير في ركابك يا سيد بلعام قرر بالعام أن يدعو على نبي الله موسى ومن آمن معه فاتخذ طريقه إلى جبل حسبان راكبا فوق حماره وقومه من بني كنعان ينتظرون ما سيحدث هيا يا كسول ماذا دهاك أيها الحمار؟ ها؟ أتوقعني من فوقك؟ ليس لك إلا العصر ويحك يا بلعام أين تذهب؟ ها؟ ها؟ الحمار يتكلم؟ هذا أمر عجيب أعجب منهما تنوي أن تفعله وما شأنك أنت بما أفعل؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهتي؟ الملائكة تردك؟ لماذا؟ ألا تعلم؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم؟ نعم سأفعل ولا تحاولي التدخل في حياتي مرة أخرى أنا حر أنا حر لم يعد إلا للحمار يعرفني الثواب من الخطأ خذ 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 وصل بلعام وصل بلعام مرحبا يا بلعام أقد وصلت أخيرا صمتا لا تزعج السيد بلعام تفضل بالدعاء اللهم 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 بحق اسمك الأعظم أهلك أهلك قومي سيد بلعام اللهم انصر اللهم اللهم انصر المؤمنين من قوم موسى أتدري ما تصنع يا سيد بلعام أنت تدعو لهم وتدعو علينا دعوني الآن ماذا فعلت يا رجل؟ هذا شيء قد غلب الله عليه والله غالب على أمره لقد رأيت الكنعانيين فوق الجبل ينظرون إلينا وماذا في ذلك؟ هم بكل تأكيد يدبرون لنا الأذى فلتحسن الظن بهم كما يعلمنا نبي الله موسى كيف نحسن الظن بقوم يعادوننا؟ لم نتأكد أنهم يعادوننا كما تقول ثم إن الله يحمينا يا زمري ألم يشق لنا البحر وينجنا من فرعون وهامان وجنودهما؟ كافا؟ لقد سئمت من ترتيد قصة هذه المعجزة ما الذي يدور في رأسك يا بني؟ إننا قوم أقوياء وباستطاعتنا أن نهجم عليهم من باب الوقاية لأنفسنا لم نهجم على أحد إلا بأمر من نبي الله موسى فلننتهي من هذا الجدل العقيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟ لا يهم من أنا وكيف دخلت؟ المهم من أنت؟ وكيف ستخرج من هنا وتواجه الناس؟ أنا بالعام سيد القوم وسوف أخرج إلى الناس وماذا تقول لهم؟ أنا فاشل أنا لست عالما ولست صالحا ولم أقدر على حمايتكم بالدعاء كفى أرجوك أتحب أن تضربني بالعصى مثلما ضربت الحمار الذي نصحك لا تستهزئ بي وحاول أن تساعدني حسنا لكي أساعدك يجب أن تعترف بالحقيقة أنت في موقف بالغ الصعوبة هذا صحيح لقد خسرت الدنيا والدين خسرت الدين هذا مؤكد أما الدنيا فما زال هناك أمل كيف؟ تدبر لم تستطع الدعاء عليهم لأن الله يرضى عنهم أما إذا غضب الله عليهم فسوف تنزل اللعنات على رؤوسهم هذا صحيح سأفكر وأتدبر لماذا جمعتنا يا بلعام؟ اسمي السيد بلعام يا سور لا لم تعد سيدا بعد أن دعوت علينا تأدب يا سور كلنا آذان مصغية يا سيد بلعام اسمعوني جيدا جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى أعدائكم المؤمنين ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها خسئت يا بلعام أهذه عفتك؟ انتظري حتى يكمل حديثة إذا سقط واحد منهم في الخطيئة سيصيب الجميع وبال عظيم ما رأيك في تنفيذ الخطة يا سيد بلعام؟ لا بأس هذه ابنتي كاسبي أرسلتها لتؤدي مهمتها متطوعة لصالح القبيلة هذا ما كنت أنتظره منك يا سور الوطور الجميلة الفاكهة الطازجة من يشتري مني هذا العطر؟ لا تنظر إليهن يا زمري حتى لا تفتح بابا للشيطان الرجيم لم أبيع شيئا حتى الآن ولم يحدثني رجل واحد حاولي مرة أخرى يا شروات خذ مني الفاكهة فشلت خطتك يا بلعام لم تفشل بعد لننتظر قليلا لقد عادت النساء جميعا إلى هذه الدرجة تبلغ قوة إيمانهم بربهم؟ لقد بذلت أقصى جهدي ودبرت أعظم حيالي كيف يحدث هذا؟ أين منتك كاسبي يا سور؟ لم تعد بعد من أرض قوم موسى هي أملنا الأخير إذن؟ هي قد عادت كاسبي أين الفاكهة التي كانت معك؟ أعطيتها لرجل من قوم موسى يدعى الزمري إذن أفهم من ذلك أنه تم كل شيء بنجاح كما أردت يا سيد بلعام عظيم نجحنا أخيرا نجحنا لقد هلكوا بالفعل سقط واحد منهم في المعصية وعما قليل سترى أثر ذلك على الجميع أين كنت يا زمري؟ ليس لك أن تسألني لقد رأيتك واقفا مع الفتاة التي تبيع الفاكهة ثم اختفيتما من أمامي هل حدث ما يقوله حييم؟ أنت وحييم لست ما أوصي أعلي آه آه بماذا تشعر؟ أشعر بآلام شديدة وإعياء إنك محموم يا أخي في الله أشعر بغثيان أيضا أسقوه بعض الماء وسأذهب لأبلغ نبي الله موسى بما جرى لا تزعجوا نبي الله في خلوته إنه مجرد ألم بسيط ومحتمل آه 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 أنا أيضا أنا أيضا أشعر بألم بطني كان لبلعام ما أراد حصل على المكانة والمنزلة بين قومه بعد أن باع دينه وضميره ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون هل تشعر بالتحسن؟ بل بل الحالة أسوأ إلا متى نسكت على هذا الهوان ونحن لاعلم أسباب الوباء لا تعود لهذا الحديث أرجوك هل تريد مني شيئا آخر؟ نعم ماذا؟ أجبني سالنبي الله موسى أن يسامحني على تقصيري في اتباع دعوته آه أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى نبي الله لماذا أنت مقدب الجبين؟ لقد مات حييم يا زمري حقا؟ خبر سيء إذن أستطيع أن أخذ نصيبه من الطعام فأنا وكاسبي جائعان جدا هذه الليلة لن تقابل هذه المرأة الغاوية مرة أخرى هم؟ ومن سيمنعني؟ أنا أنت؟ يا لك من مغرور مصيبة 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 لا تتحدثوا كالكلاب اهدأوا اهدأوا وأخبروني ماذا جرى ابنتي ابنتي يا سيد بلعام ابنتي قتلت قتلها في الحاص هي وصاحبها زمري ليتخلص قهمه من الوباء أعدها إلي أرجوك أجونينت الموتى لا يرجعون للحياة إلا يوم البعث أنت الذي قتلت ابنتي تأدب أنت تخاطب أميرك وقائدك لم أكره ابنتك على شيء هي كانت على استعداد للفساد وأنت شجعتها تذكر هذا جيدا ما كان ينبغي أن تفعل هذا يا بني لم أدري بنفسي إلا وقد غرست الحربة في جسديهما قد أكون مخطئا ولكني أردت الخلاص لقومي ليس بهذه الطريقة ألم تشفى من مرضك؟ وغادرتنا الفئران آخذة وباء الطاعون إلى بعيد نعم هذا حدث ولكن القتل جريمة نكراء والخطيئة لا تعالج بخطيئة أخرى الحق أننا أخطأنا كثيرا في حق أنفسنا كيف؟ ظننا أننا نتبع نبي الله موسى ولكننا في الغالب نتبع أهواءنا هل من سبيل إلى التوبة؟ نعود إلى أوامر نبي الله ولا نخالفها سنفعل إنني جائع وعطشان يا إبليس لم أنجبك لأنفق عليك طوال الوقت يا بلعام إنني في أزمة وسوف أرد إليك كل قطعة نقود تنفقها علي عندما أسترد مكانتي تسترد ماذا؟ لم أسمعك جيدا لا تسخر مني سوف أجد وسيلة أسترد بها مكانتي ومنزلتي بين الناس تلك المنزلة التي بعت من أجلها آيات الله وعلمه لك أنت الذي أضللتني كاذب لقد كنت عبدا صالحا مستجابة دعوة فانسلخت من آيات الله أنت الذي فكرت ودبرت للشر لا أنا أتتخلى عني الآن؟ بالطبع إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أنت لا أريد شيئا منك اذهب إلى الجحيم اذهب سأذهب وسأنتظرك هناك واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلني القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون حدثت القصة بعد زمان عيسى عليه السلام وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قليل حيث كان ملك سبأ يجلس في شرفة قصره مهمومة سيد الملك عيدوس العصفة الرملية تشتد أليس من الصواب أن تدخل إلى قعة العرش المغلقة؟ لكم أحس بالكآبة يا عرنوس ما الذي يشعرك بالكآبة يا مولاي؟ الأمطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحدر إلينا سيولة ثم تضيع في الصحراء العطشة ألا ترتوي تلك الصحراء أبدا؟ يجب أن نجد طريقة لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحلة صيد؟ قد تزيل عنك بعض الكآبة لا مانع أعد المؤان للسفر غدا أقترح يا مولاي أن نعود إلى القصر ولكننا لم نصد شيئا بعد المؤان التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العودة ولماذا لم تتجهز وتحضر المزيد من الطعام والشراب؟ أحضرت يا مولاي ولكننا نسافر الآن منذ عشرة أيام هل تريد الصحراء أن تتحداني؟ يجب أن أجد طريقة لقهرها أريد أن أمحو ذلك لون الأصفر الكريه كما تحب يا مولاي أريد مقابلة كبير المهندسين فور عودة من الرحلة انظر معي يا مولاي لا أفهم شيئا يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقدة الأمر في غاية البساطة سنبني سدا يحجز الماء في الأودية عند هطول الأمطار فنستخدمه طوال العام عظيم المهم أن تنجز بناء السد بسرعة معذرة يا مولاي هذا مستحيل ماذا؟ أتعصي أوامري؟ بل أخبرك بالحقيقة العلمية هذا البناء سيستغرق عشرات الأعوام عشرات الأعوام؟ وربما المئات لن نكون في الغالب من أهل الدنيا حينما ينتهي البناء وما الفائدة إذن؟ الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض موافق ابدأ في العمل فورا ومرت بالفعل مئات السنين تغيرت فيها الدنيا ورحل الملك الطيب صاحب فكرة بناء سد مأرب وجاء غيره لينعم بخيرات السد انظر إلى ثمرة عملنا غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء بينما نزداد نحن جوعا وفقرا لا تنطق بكلمة مزيقاء هذه وإلا دخلنا السجن الكل يعرف أن الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسه ما غيره كيف حالك يا عثمان يا صاحبي؟ في الحقيقة أشعر بملل قاتل لماذا لا تجرب السفر؟ أسافر إلى أين؟ الأرض كلها من حولنا مليئة بالحدائق وأشجار الفاكهة الناضجة معك حق، شيء يبعث على السؤم ما دمتما تشعران بالملل والفراغ عودا إلى العمل أي عمل يا سيد عارف؟ الزراعة، هل نسيتما؟ أنا أعمل الآن في صنع السلاح عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمة بالأحجار الكريمة وأنت يا زهران أظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق ثم إنني مشغول بصنع النبيذ الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقة اللهم ارفع مقتك وغضبك عنه ذهب الرجل الأقرى وطلب منه أن يقص شارة أضحك الله سنك يا سمو الأمير مزحة مبتكرة لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك أقدم لك يا أبي أصدقائي الجدد عثمان تاجر سلاح عظيم سنعتمد عليك في أن تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما إلى ذلك هذا شرف عظيم يا مولاي أما زهران فهو أفضل من يصنع الخمور المعتقة إذن نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا خادمك المطيع ورهن إشارتك يا مولاي لماذا أنت شار دنيا كبير المهندسين وما الذي يشغلك يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينة من حقك أن تفتخر به أنت الذي أتممت بناء السد ليتني ما أتممته وليتني لم أكن مهندسا لماذا أيها الحكيم كنت أحسب أنك تفخر بالسد كان السد نعمة لكنه كان نعمة تحمل في طياتها ألف شر مدجج بالسلاح أفصح أيها الحكيم لا نفهم كلامك لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبدا ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟ ليتنا بقينا فقراء صابرين هذا أفضل كثيرا من الأغنياء الجاحدين هذا كثير لقد نسينا كيف نشكر الله لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسان الشكر أنت تبالغ يا كبير المهندسين اشرب كأسك ودعك من هواجسك أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأخضر تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟ ها هو تفضل وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم أين ابننا مالك؟ يبزع الهداية على كبار المسؤولين وسادة القوم في حديقة القصر يا له من أحمق المفروض أن يتلقى الهدايا في يوم ميلاده إنها فكرتي أنا حتى يزيد حب الناس له ويتهيأ لقبوله حاكما بعد عمر طويل أخشى أن يحبه الناس أكثر مني وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلا أفضل فأر فأر أفزعتين أن يدها الحمقاء إنه مجرد فأر صغير وليس أسدا سيفترسون بل إنه أخطر من الأسد إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارد يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا جميلة ابنة الوزير بيننا أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة سأفعل بكل تأكيد لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة إنه عقاب الرب على الشر والفساد إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة كبيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟ رأيت الأمر أدفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي عندي حل يا مولاي تحدث يا كبيرة تجاري السلاح أقترح أن ننشر السم الزعافة في كل أراضي سبأ فنقضي على الفئران قضاء مبرمة ولكننا سنقضي على المحصول أيضا وسيموت كل من يأكل منه نمنع الناس من الأكل في هذا العام وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل ما رأيكم في الاقتراح؟ أرفضه يا مولاي ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمناً لأنها تستخدم في صناعة الخمور والحل؟ عندي اقتراح يا سيدي تحدث يا سيدة سبأ الأولى سنربي عدداً كبيراً من السنانير القطط والمعروف أن القطط بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها وبهذا تحل المشكلة يا لك من امرأة داهية تعجبني هذه الفكرة الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة دعني أنظر بنفسي يا لها من كائنات مخيفة ها أقصد مثيرة للشمئزاز القطة تهجم يا مولاي لا زالت تهجم إنها تقترب إنها تقترب من الهدف رائع عظيم انتصار ولا أجمل هزيمة ساحقة للفئران إنه يوم تاريخي في حياة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ما أطيب الهواء الليلة يا زوجة الغالية طريفة؟ لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية ترى لماذا؟ لأنها آخر مرة أراك فيها يبدوه أن حادثا خطيرا سيحدث إلى أين تذهب يا مولاي؟ انتظرني لا تتركني وحدي ما أفضح صوت الرعد إلى أين أذهب؟ لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت يا إلهي لقد كان حلما لا بل كان كابوسا فضيعا إنه نزيل الشؤم يجب أن أحذر الملك في الحال أمي ماذا جرى؟ مالك هل أنت بخير يا بني؟ بكل تأكيد لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟ لقد رأيت كابوسا مفزعا في نومي حدثيني حدثيني عما رأيت رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أسعق ثم وقع لشيء إلا أحرق ثم بعد هذا إلا الغرق هل هذا شعر؟ لقد أضعت وقتي معك أين أبوك؟ أظنه يجلس في آخر الحديقة انتظريني يا أمي سأتي معك عثمان لا أحد يدخل على الملك الآن أمرك يا سيدتي ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق السمع والطاعة يا سيدي ما الذي جرى؟ هل جننتما؟ استمى إلي جيدا يا عمر عمر فقط؟ دون ألقاب؟ ليس هذا وقته يا أبي أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد تكلمي يا طريفة هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟ لقد رأيت تفضحا وسلحفا في الحديقة ها ما رأيك الآن؟ رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجنون حلم بصاعقة وضفاضع كبيرة تقف على قدميها ماذا أفهم أنا من كل هذا؟ والنور والظلماء والأرض والسماء إن الشجر لا تالف وسيعود الماء إلى ما كان في الضهر السالف ومن أخبرك بهذا؟ أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد وما علامة ذلك؟ تذهب إلى السد فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا سأذهب إلى جسم السد لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضغاث أحلام لقد ماتت الفئران كلها ويقلتها القطط منذ زمن ليتني أفهم يا مولاي ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟ هذا ليس من شأنك معذرة، لن أتكلم أرجو هذا، سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل هل تريد أن أصحبك يا أبي؟ ابقى أنت، وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء أمرك يا أبي الحمد لله، كل شيء طبيعي عادت الفئران؟ إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها خمسون رجلا إنها النهاية، النهاية، النهاية وقف الملك عمر بن عامر حائر لا يدري ماذا يصنع أبي، أبي، هل أنت بخير؟ ابقى مكانك يا مالك، سأتي إليك لقد أصبنا جميعا بالقلق، أنت تقف مكانك منذ وقت طويل، وتنظر إلى أسفل ربما لم أنتبه للوقت ماذا رأيت بأعلى الجبل؟ لا شيء، لا شيء، يجب أن أجلس مع طريفة لنبحث أمرا في غاية الخطورة، ولا أريد أن يزعدني أحد أمرك يا أبي فأر يسحب صخرة، ألم أقل لك؟ إن له مخالب وأنيابا يا طريفة هذه كلها علامة سيئة، خذ هذه الزجاجة، وانظر إليها، فإذا امتلأت الرمال، فاعلم أن النهاية قد اقتربت الرمال ملأت الزجاجة فعلا، متى تتوقعين هلاك السد؟ خلال سابع سنين إذا علينا أن نعمل بسرعة، وجدتها، فكرة لا تخطر بعقل الشيطان ما هذه الرسالة؟ إنها دعوة من الملك عمر بن عامر، لوليمة في قصره ولماذا لم يجعل حامل الرسالة يبلغك شفاهة؟ إنها السفاهة والتبذير، انظري، الدعوة مكتوبة بماء الذهب صحيح، ذهب حقيقي والناس بالآلاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد ألن تتوقف أبدا عن آرائك المعارضة؟ سيتغير كل شيء، سيحل غضب الله على الظالمين السلام عليك يا أبي ومولاي اجلس يا مالك لا يصح يا أبي أن أجلس وأنت قلت اجلس، واستمع إلي جيدا أمرك الليلة يجتمع كل الكبراء والسادة في سبأ قد دعوت الناس جميعهم، وعن قصد لحيلة في رأسي أية حيلة؟ لا يوجد وقت لأشرح لك هل تثق بي، وتقن أنني أحبك وأعمل ما فيه لصالحك؟ بكل تأكيد يا أبي إذن افعل ما أطلبه منك الآن عارضني في كل شيء أقوله، وأنا زعني على الطعام واخطفه من أمامي فإذا سببتك، سبني كيف؟ افعل ماء أمرك به، وإذا ضربتك، اضربني بكل قسوة وشراسة لك مني السمع والطاعة يا أبي ذهب رجل أقرع ليقص شعره يا لها من مسحة رائعة بل هي سخيفة كقائلها سمعناها ألف مرة من قبل ظننت الأميرة يقصد أقرع آخر غير الأول أميرك هذا أحمق وثقيل الظل أقول أحمق وثقيل الظل وأكلت ما يكفيك اليوم هذا طبقي ولن أتنازل عنه الطعام كثير يا مولاي الأمير ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم أرجوك لن أكل إلا من هذا الصحن وأنا لن أسمح لك يا لك من صبي الوقح خذ لتتعلم الأدب وخذ أنت أيضا يا مزيقاء كيف تجرؤ على ضربي وإهانتي اتركوني لأذبحه لا لا يا مولاي لا تصل أبدا إلى ذبح ابنك الأمير مولاي أستحلفك برب عيسى أن تكتفي بضربه أو عزله ولكن لا تصل إلى القتل اخرس اخرس أيها الرجل المخرب لن أسترد هيبتي وكرامتي إلا إذا قطعت رأسه اقطع رأسي أنا بدلا منه هذا التدليل هو الذي أفسده بل أنت الفاسد أرجو يا سمو الأمير أن تسكت أرأيتم؟ أعطوني السكين أتعصوني جميعا؟ تمنعونني من تأديب ولدي؟ إذن سأغادر هذه الأرض التي يحال فيها بين الأب وابنه سأهاجر وأتركها لكم وداعا يا من كنتم بلادي هل تصدق ما جرى بالأمس؟ كنت أظن غضب الملك مؤقت لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد ومن سيحكمنا؟ هذا أمر لا يعنيني آسف يا أبي لأنني صفعتك لا عليك جمعنا مبلغا عظيما من المال هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا أيضا لا سنحتاج إليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الزهب متى نرحل يا أبي؟ عندما نبيع باقي الأراضي والقصور لماذا لا تأكل يا أبي؟ ذهني مجغول يا ابنتي عندي أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة لقد حدثت أمور عجيبة بسرعة أربكتني وأريد أن أتأملها بهدوء ما ستقصد؟ الملك عمر بن عامر يعشق الحكم والسلطة والأرض الخصبة فما الذي يجعله يترك كل هذا ويهاجر؟ أحس بالإهانة كما رأينا جميعا وحيل بينه وبين تأديب بلده العاق هذه حيلة لا تنطلي علي لقد بدأ الملك والأمير وكأنما اتفق على هذا التشاجر أمامنا ولماذا يفعلاني ذلك؟ هذا ما لا أفهمه السد يجب أن أذهب إلى هناك أبي أبي أخفض صوتك المفترض أنك هجرت هذا القصر خوفا مني ها ماذا تريد؟ أريد أن أكرر أسفي يا أبي لأنني صفعتك لا عليك هل حزنتما كل الحقائب والصناديق؟ نعم هذه للطعام وتلك للفاكهة قلت ألف مرة قللوا من المتاع لا نريد أن نسير في قافلة من ألف جمل ويرانا كل أهل سبا هل نترك الطعام؟ زادنا في الرحلة؟ معنا من الذهب ما يشتري كل شيء قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء أمرك يا أبي هيا هيا يا أمي سأحن إلى تلك الأرض الطيبة ليس هذا وقت المشاعر حني إليها فيما بعد هيا هيا لدينا أعمال كثيرة يا حضرة الوزير لحظات ويمضي كل منا إلى حال سبيله ما الذي ينبغي علينا ملاحظته؟ ها هو انظرا إنه مجرد فأر أين ذهبت القطط؟ إنه ليس فأرا واحدا بل جيشا من الفئران انظرا الفأر يقلب صخرة بل ويقضمها بأسنانه إنها فئران مفترسة كالأسود وقد تؤذي البعض ليس هذا هو الخطر المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب هل تظن أن الماء قد يتسرب؟ ليتك لم تسأل أغيثونا أغيثونا هيا اذهبي بعيدا عن قصري إنه قصري أنا أيضا لقد اشتريناه معا أنا التي أحمل مفتاح القصر الملك عمر بن عامر باعه لنا معا أثبيتي زيل كيف أثبت وقد رحل الملك؟ إذن ارحالي أنت أيضا قبل أن أمر الحراسة بتردك الماء انهار السد إلى أين نهره؟ النجدة النجدة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة بذلك الزمن القديم كان هناك قوم يعملون برعي الغنم وتربيتها هيا هيا تحرك أيتها الخراف الكسولة إنها متعبة من السير طوال اليوم وهي جائعة وعطشة أيضا يا أبي كلنا جائعون يا باشور ولكن علينا أن نعبر هذه الصحراء أولا أبوك على حق عندما نصر إلى أرض بها زرح وظل سنرتاح وسنأكل جميعا حصرون حصرون طابت العناقض في الكرم هل نأمر الفتيات بجمعها؟ لا بل ننتظر الغد حتى ننضج العنب أكثر ويزيد الحلاوة وعندها نبيعه بثمن أكثر بالطبع سأركب الحمار وأتفقد الكرم كله أولا لم تقل لي يا سيد محراك في أي أرض تنصحني أن أخيم هذه الليلة؟ هناك أرض خالية لا يملكها أحد بجوار كرم العنب هل هي أرض مستوية؟ نستطيع أن ننصب فيها الخيام بكل تأكيد وهل هذه الأرض آمنة؟ أم يمكن أن تهاجمنا الذئاب؟ كيف تصل الذئاب إلى وسط المراعي؟ أشكرك يا سيدي آه إنني فعلا أطوق للنوم بعد رحلة طويلة ما هذه الرائحة الكريهة؟ إنهم أغراب صاحبوا خرافهم إلى الأرض الخالية المجاورة لنا آه لأكن هيا إلى النوم لنصيك كما مبكرين آه أنا أيضا أشعر بالرغبة في النوم أهلا تقيد الأغنام قبل النوم هل ستطير الخراف في الليل؟ أم ستقرر العودة إلى الصحراء؟ حسنا هذا يوفر علي الوقت فأنام مسرع وفي الغد إن شاء الله نذهب للسوق ونبيع حليب الخراف أليس كذلك يا أبي طال؟ لن يسمعك يا أمي لقد راح في النوم ومن الأفضل أن ننام نحن أيضا وذهب الجميع في سبات عميق ولم يبقى مستيقظا إلا الخراف المسكينة الجائعة التي وجدت الكرم أمامها يدعوها إلى سد جوعها آه آه يا له من يوم جميل لا 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 آه ما هذا بالتأكيد هذا كابوس إنها حقيقة أفزع من الكوابيس آه ضاع تعب العام كله يا ويلتاه يا ويلتاه سأقتل من فعل هذا بحديقتي إنها الخراف آثار العنب بادية على أفواهها أين أصحاب الغنم؟ ما هذه الضوضاء؟ ألا تراعون شعور جيرانكم؟ انظر يا أبي ماذا فعلت الغنم بالكرر؟ يا للكارثة هل أنت صاحب الغنم؟ للأسف نعم لن تفلت من يدي أرجوك أن تهدأ يا سيد حسرون كيف أهدأ قد دمر أرضي وتجارتي؟ قد أصبحت مفلسا بسببهم إنني أقدر ظروفك يا سيدي ولكنها مجرد أغنام لا عقل لها أنت صاحبها ويجب التعويد عن الكرم معي قطعتان من الفضة إن أردنا تساوي ألف قطعة من الفضة لا قطعتين لكن هذه مبالغة أنتم لصوص اهدأوا أيها الناس ولتذهبوا إلى نبي الله داود ليحكم بينكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا جمع نبي الله داود الشاك والمشك في حقه واستمع لهما يا نبي الله داود إن لي كرم أزرعه منذ سنين وقد جاء هذا الرجل بغنمه فأفسد زراعتي كلها يا نبي الله داود إن الخراف حيوانات لا تعقل وقد أكلت المحصول دون علمي سأله نبي الله داود أين كان عندما أكلت الخرافة محصول جاره؟ في الحقيقة كنت نائما استبد بيها التعب فنمت وهل من العدل يا سيدي يا نبي الله أن ينام الرجل تاركا غنمه تسرق حرث الآخرين؟ صدقني يا نبي الله كان الأمر خارجا عن إرادتي لم أقصد الإيذاء ولكني تضررت بسببك وبارت أرضي فمن أين أأكل وأشرب؟ للأسف ليس عندي مال أعودك به رد عني الظلم يا نبي الله وبعد أن استمع نبي الله داود للطرفين وأعطاهما الفرصة حكم بأن يأخذ صاحب الأرض غنم جاره ويملكها عوضا عن أرضه يحيى العدل لقد أنصفنا نبي الله داود يا للمصيبة وكيف سنعيش؟ لقد أخطأنا يا أمي وعلينا أن ندفع ثمن الخطأ أخذ صاحب الكرم الأغنام التي حكم له بها نبي الله داود ومضى ليرعاها ماذا بك يا رجل؟ ألست راضيا عن حكم نبي الله داود؟ بل راضي كل الرضا ولكن ما المشكلة؟ أجبني نعم نتعود رعاية الأغنام ولا خبرة لنا بهذا الأمر كنت أظنك ستسعد يا حصرون بهذا التعويض الكبير يا ويلتنا يا ويلتنا لقد ضاع تعب العمر في طرفة عين ليتنا لم ننم ونترك الغنم تأكل زرع الجيران هل من العدل أن نفقد رأس مالنا وتجارتنا بسبب خطأ ارتكبته الأغنام؟ نحن الذين نرعى الأغنام وكان ينبغي علينا أن ننتبه له ولكن يا أبي العقاب أكبر من الخطأ لا تضيع الوقت في حديث فارغ فكروا ماذا سنفعل الآن ليس أمامنا إلا أن نبحث عن العمل السلام عليك يا أبي طال أهلا بك سيدي ماذا تفعل هنا؟ لقد سمع نبي الله سليمان القصة مني وهو يريدك في الحال هيا يا زوجتي لقد تأخرنا عن استدعاء نبي الله سليمان لنا لحظة واحدة هذه الشات عاصية على الحلب بل أنت التي لا تحسين هذا العمل هيا وإلا تركتك حسنا حسنا سآتي معك لست أفهم لماذا يريدنا نبي الله سليمان؟ ألم يحكم أبوه في قضيتنا وانتهى الأمر؟ لقد استأذن أباها في إعادة المحاكمة وسيكون هو القاد هذه المرة نحن نحكم بالعادات والتقاليد أما أنبياء الله فيوحى إليهم ولا يصح أن نجعل عادات البشر حاكمة على تصرفات الأنبياء لا أفهم شيئا من حديثي ولن تفهمي مهما شرحت أسرعي في السير وأنت صامتة هذا ما جرى بالضبط يا نبي الله سليمان نعم أبي طال قال الحقيقة كلها وليس عندي ما أضيفه يا سيدي استمع نبي الله سليمان للطرفين بحرص وعناية ثم حكم أن يأخذ صاحب الكرم الأغنام ليستفيد منها إلى أن يصلح الراعي له أرضه وزرعه ثم تعود الغنم إلى صاحبها مرة أخرى يا حيال عادل أصبح الأمر هين سأنتظر سأنتظر حتى تعود الأرض إلى حالها وعندها لن تكون لي حاجة بأغنامك فأرضها لك الكل راض إذن بفضل الله وحكمة نبيه سليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ترجمة نانسي قنقر